بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة وصلني مقطع فيديو عن إسلام ملاكم أمريكي الشهير اسمه أندرو تيت والحقيقة استمعت لي هذا المقطع الذي يشرح هذا المسلم الجديد أسباب إسلامي لماذا اعتنق الإسلام ما الذي وجده في الإسلام معنى أن هذا الرجل مليونير لديه كل أنواع الشهوات مفتوح أمامه كل متع الحياة التي تتصورها على رغم من ذلك ترك كل شيء ولجأ الإسلام ما الذي وجده في الإسلام الحقيقة وأنا أستمع للأسباب التي كان يقولها وجدت بأن هذا الرجل وغيره كثير ممن يسلمون هم يتحدثون بإعجاز القرآن دون أن يشعروا كل ما تحدث به هو جزء من إعجاز القرآن كيف ذلك؟ انظروا أيها الأحبة أكثر شيء بهر هذا الرجل في الإسلام هو انضباط المرأة حفاظ المرأة على جسدها وعلى شرفها وعلى عرضها وعلى زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها طيب من أين جاء هذا الأمر؟ في الغرب هذا الأمر غير موجود أول أول ما يزرعه القرآن وهذا من صلب الإعجاز انتبهوا أيها الأحبة أول ما يزرعه القرآن في عقول الأطفال الصغار سواء كان ذكر أو أنثى هو فكرة الحلال والحرام والخوف من الله هذه غير موجودة في الغرب لذلك في الغرب مهما حاولوا لن يسيطروا على مثلا الأمراض المنقولة جنسيا التي تفتك بهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على تفشي الأمراض الجنسية وانظروا إلى الإحصائيات المرعبة أنا هناك إحصائية دائما أستشهد بها عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية بأمراض منقولة جنسيا 110 مليون ثلث الشعب على الرغم من الإرشادات وأساليب العلاج والتحذيرات لا يستفيد لأن مبدأ الحلال والحرام غير موجود فكرة الخوف من الله غير موجودة ألغيت لديهم فاستحوذ عليهم الشيطان استحوذت عليهم الأمراض أصبحت الخيانة الزوجية أمر طبيعي لا يوجد خوف من الله ففكرة الخوف من الله التي يزرعها القرآن أو الإسلام في عقول أتباعه هذه فكرة رائعة من الناحية العلمية أيها الأحبة هناك جامعة اسمها أوريغون على ما أعتقد قامت بدراسة ضمن ما يسمى باتجاهات الجريمة وجدت أن البيئة التي ينغرس فيها الخوف من الله وعذاب الله تقل فيها الجريمة لأنك كإنسان أنت أشبه بحيوان جامح إذا كانت غريزتك هي التي تقودك يمكن للإنسان أن يتحول إلى مجرم أنظروا اليوم إلى الدول العظمى تدمر العالم تفتعل حروب لا يهمها لا يوجد خوف من الله فثقافة الخوف من الله التي يغرسها القرآن في عقول وقلوب المؤمنين منذ أن يخلقوا هذا من إعجاز القرآن العظيم لأن القرآن لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يغرس أو يغرس الخوف في عقول الأطفال من الله ما الذي سيستفده يعني الملحدون يقولون محمد عليه الصلاة والسلام إنسان كاذب وحاشا اخترع دينا لنفسه كان يحب النساء والمال والشهر والسلطة طيب لماذا يحرم الزنا لماذا يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لماذا يحرم الفواحش ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن لماذا يحرم قول الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لماذا يحرم كل هذه المنكرات إذا كان هو يريد المنكر إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بهذا التحرين من عنده هو وحي من عند الله إن هو إلا وحي يوحى طيب قضية أن المرأة في الإسلام تحافظ على عرضها على نفسها تحافظ على بيتها تطيع زوجها هذه قضية أيضا القرآن غرسها ما هي الآيات آيات كثيرة أيها الأحبة نحن لدينا مثلا آية في القرآن تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لدينا آيات تحذر حتى نساء النبي أن يعصينا الله سبحانه وتعالى حتى نساء النبي القرآن حذرهن من معصية الله النبي كان يوجه نصائح كثيرة للنساء على ضرورة أن تطيع زوجها ليس على سبيل الاستعباد لا لأن النبي يريد أن يخلق مجتمع مترابط لأن المرأة إذا تمردت كما حدث في الغرب المجتمع يتفكك انظروا في الغرب أولا يعزفون عن الزواج نسبة الأمهات العازبات يعني هذه الإحصائيات أنا أحزن عندما أطلع عليها للأسف ما معنى أم عازبة يعني أم جاءت بولد من الزنا ولكن لا يسمونه ابن حرام ولا يسمونه ابن زنا ولا يسمونها زانيا يقولون أم عازبة طيب نسبة الأمهات العازبات في أمريكا أربعين بالمئة أربعين بالمئة من المجتمع أولاد زنا هل هناك تفكك أكثر من هذا طيب انظروا إلى نسبة الجريمة لديهم نسبة الاغتصاب لديهم نسبة زنا المحارم ونحن قدمنا إحصائيات اعتمدنا فيها على مواقع عالمية معروفة مثل مركز بيوري سيرتش وزارات العدل الأمريكية ومواقع أخرى متخصصة قدمنا شيء مرعب والله أيها الأحبة الإنسان يشمائز من كثرة الاغتصاب وكثرة قتل الأجنة الإجهاد مدينة نيويورك كل يوم تجهد الكثير أرقام مرعبة لا أريد أن أذكرها يعني أنا نفسي أنزع جندما أتذكر هذه الأرقام المرعبة لقتل الأجنة الإجهاد لحالات الاغتصاب لحالات الخيانة الزوجية لحالات زنا المحارم لحالات الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية التي كل أطباء الكون يقولون هي خطأ ولها أضرار وتسبب مشاكل كثيرة جدا وتساهم في نقل الأمراض الجنسية الخطيرة كل الأطباء من الناحية الطبية يحرمونها وللأسف الملحدون يروجون لها لماذا لا تعلم يعني الذي يمارس الشذوذ الجنسي هناك أضرار تقع على الطرفين أمراض منقولة جنسيا مؤكدة تنتقل ومشاكل أخرى تتعلق بالطرفين مشاكل كثيرة جدا أمراض كثيرة جدا منها سرطان الشرج وغيره يعني أنا طبعا لا أحب أن أتحدث في هذه الموضع ولكن والله الإنسان يحمد الله على نعمة الإسلام أنا عندما أرى هذه الكوارث أمامي وسببها الإلحاد أيها الأحبة أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مؤمنين أن جعلنا مسلمين سبحانه وتعالى فهذا الرجل ماذا وجد في الإسلام وجد أن المرأة تكون نقية طبعا كل مجتمع يوجد فيه الرديء والخبيث ولكن النسبة العظمى أن المرأة المسلمة امرأة نقية حتى التي تعيش في الغرب تلاحظون في الغرب تتمسك بحجابها على الرغم من الضغوط ومن المشاكل وترفض من عملها على رغم من ذلك تتمسك طيب ما الذي يدعوها للتمسك والمحافظة على جسدها وعلى نقائها هو الدين أيها الأحبة هو الإسلام لا يوجد شيء آخر فلذلك عندما فرض الله الحجاب على المرأة هذا إعجاز علمي ما رأيكم لأن في الجاهلية لم يكن هناك حجاب والنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه جاء ليحب النساء ويحب المال ويحب السيطرة كما يدعون يعني لماذا يأمر بالحجاب سؤال لماذا يأمر نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلاب بهن ولا يبدين زينتهم ولا ولا آيات كثيرة جدا حتى القرآن منع المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما يخفين من زينتهم يعني قد تخفي شيئا قد يصدر صوتا معينا من زينتها قطعة ذهبية مثلا مثل خلخال مثل شيء معين قطعة ذهبية عندما تحتك ببعضها إذا ضربت المرأة رجلها على الأرض قد تثير شيء من غارزة الرجل شيء قليل نهى القرآن عنه لأنه يريد أن يقطع تماما أي فتنة والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء وقال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أول فتنة بني إسرائيل وأمر المرأة أن تطيع زوجها وكان آخر كلامه من الدنيا هل تعلمون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آخر كلامه كان أو آخر ما خطب الناس في حجة الوداء استوصوا بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم رب الله عليكم إنسان تتهمونه بالاغتصاب والحب المال والقتل والكذا قبل أن يموت بقليل يقول استوصوا بالنساء خيرا وهو على فراش الموت كان يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم طيب لماذا كان يؤكد على الصلاة ما الذي تفعله الصلاة الصلاة أيها الأحبة تجعل هذه المرأة نحن نتحدث عن النساء تجعل هذه المرأة تقف بين يدي الله خمس مرات كل يوم تتعلم ثقافة الخوف من الله كل يوم خمس مرات تتجذر في داخلها ثقافة الخوف من عذاب الله خمس مرات كل يوم هذا الأمر في الغرب غير موجود على الإطلاق في العالم الغربي هذا الكلام غير موجود هناك ثقافة المصلحة الشخصية لذلك الغرب يأكل بعضه بعضا لا يوجد علاقات اجتماعية الأب يرمي أباه لا مشكلة يرميه إذا كبر ولا يبالي يرمي ابنه ليس هناك أي مشكلة لذلك أيها الأحبة من هنا ندرك إعجاز القرآن العظيم في الحديث عن هذه المواضيع ثقافة الخوف من الله ثقافة الخوف من وجود عذاب لله سبحانه وتعالى في نار جهنم ثقافة الخوف من الخطأ لأن هناك نار جهنم بانتظار من يعصي أمر الله سبحانه وتعالى فهذا المسلم الجديد نسأل الله سبحانه وتعالى له ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الحق وجد أشياء رائعة في الإسلام هو اكتشف واحد بالألف على فكرة يعني يعني أنا شاهدت مقطع فيديو طويل له يعرض وجهة نظره وجدت أنه اكتشف تقريبا واحد بالألف مما في الإسلام الرواعع الأمان أو الأمن الذي يعيشه في البلدان الإسلامية على الرغم من وجود حروب من وجود بعض الانهيارات الاقتصادية من وجود أشياء سلبية ولكن ثقافة الخوف من الله تمنعك أن تسرق إنسانا تمنعك أن تقتل إنسانا تمنعك أن ترتكب جريمة اغتصاب طيب من أين جاءت هذه الثقافة من القرآن العظيم وهذا من إعجاز القرآن لأن القرآن أخي الحبيب مثلا أنت عندما تستمع إلى القرآن كل مسلم على وجه الأرض يحفظ صورة الفاتحة في الغرب لا يحفظون شيئا ليس لديك شيء ملزم بحفظه نحن ملزمون أنا كمؤمن وهناك 2 مليار مؤمن مسلم على وجه الأرض حتى الذي لا يلتزم بالصلاة على الأقل يحفظ الفاتحة وبعض الصور القصيرة قل هو الله أحد وبعض الصور القصيرة صورة الفاتحة أنت تقرأها كل يوم إذا التزمت بالصلاة على الأقل سبع عشرة مرة أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة كل يوم ماذا تفعل بالإنسان عبر سنوات هذه العبارة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم ماذا تفعل بك هذه العبارة هذه العبارة غير موجودة في الغرب ليس لديهم ما يحفظونه ولا ما يقتنعون به هناك شيء واحد فقط هو المصلحة الشخصية لذلك المرأة هناك إذا احتاجت إلى المال ليس لديها أي مشكلة أن تبيع جسدها بمئة دولار هي مصلحتها تقتضي هذه الثقافة التي تربوا عليها هنا نرجع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونتساءل من أين جاء النبي بهذه المعلومات يعني من أين جاء في عصر الجاهلية كانوا يدفنون الإناث أحياء كانت الحروب تبدأ ولا تنتهي كانت مجالس الخمر والزنا والحروب والقتل هذه الثقافة السائدة طيب النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاء بثقافة الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من أين جاء بثقافة تحريم السرقة تحريم أذى الناس حتى النميمة حرمها حتى الغيبة حرمها لا يغتب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهم يعني حرم مجرد الاستهزاء بالآخرين محرم طيب اليوم في أي ثقافة أي ثقافة اليوم تحرم الاستهزاء بالآخرين انظروا إلى أوروبا المتطورة عندما يضعون رسوم مسئة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يفعل لهم شيئا هو جاء يأمرهم بالخير تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدعو للخير والمحبة والتسامح هو أكرم وفد نصارى نجران وأكرم الوفود التي جاءته للنصارى أو المخالفين في العقيدة وحفظ لهم حقوقهم وتعامل معهم بأروع شكل هم يسيئون له ويستهزئون به هذه ثقافتهم هذه ثقافتهم للأسف لأن ليس لديهم مبدأ أيها الأحبة فالمبادئ العظيمة التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه هذا هو الإعجاز الذي لمسه هذا المسلم أندروتت وغيره كثير كثير من علماء الغرب يسلمون كل يوم أيها الأحبة كل يوم هناك من يعلن إسلامه من الباحثين والمفكرين ومن العلماء ومن المشاهير ومن الناس الذين وجدوا قناعة كاملة أن هذا الدين هو الحق فهنا أيها الأحبة أود أن أؤكد على قضية إعجاز القرآن أن هناك من إعجاز القرآن أنه يربي أتباعه التربية الصحيحة يربيهم على الخوف من الله طبعا الملحدين يقولون هذا خطأ هذا إرهاب للأطفال يريدون للطفل أن ينشأ على المصلحة الشخصية الفتاة تتحول إلى تبيع جسدها بسهولة الطفل يكبر ويتحول إلى إنسان مرتكب للفاحشة وكل شيء لا يهمه أي شيء المهم المصلحة الشخصية بينما الإسلام غرس هذه التعاليم لينشئ بيئة نقية ومجتمع نقي لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وإيمانا كما قال تبارك وتعالى أتذكر معكم قصة الأحزاب عندما رأى المؤمنون وعد الله ونصر الله قالوا هذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم وكل من يعتنق هذا الدين يزيدنا إيمانا وتسليما وثقة وحبا لهذا الإله العظيم وحبا لمن أنزل عليه القرآن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر